أطلقت محافظة القاهرة اسم الفنان عادل إمام على كبري بشارع صلاح سالم بمدينة نصر وهذا وفقا لإطلاق أسماء عدد من الرموز المشهورة على بعض مدارس العاصمة والمشروعات التي تنفذها الدولة تقديرا لما قدموه لمصر وقال هاني رمزي عبر حسابه بموقع إنستجرام تعليقا على خبر إطلاق أسم عادل إمام على الكبري الواقع بالتقاطع صلاح سالم مع طريق السكة البيضاء قائلا تكريم الدولة للفنان الكبير عادل إمام هو تكريم لكل فنان مصري إطلاق اسم الفنان الراحل حمدي أحمد على أحد الميادين بسوهاجة وكان قد قرر الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاجي إطلاق اسم الفنان الراحل حمدي أحمد على ميدان المسلة في غرب السكة الحديدة بمدينة المنشات مصقة رأس الفقيد تكريم محمود الجندي بوضع اسمه على مصرح قصر ثقافة أبو المطمير كما كانت قررت وزيرة ثقافة نيفين الكيلاني إعلان إطلاق اسم الفنان محمود الجندي على مصرح قصر ثقافة أبو المطمير بالبحيرة محمود ياسين يكرم من بورسعيد كما كانت قد أطلقت محافظة بورسعيد اسم الفنان الراحل محمود ياسين على شارع طرح البحر اثنان سابقا وذلك تخليدا لاسم ابن بورسعيد على مشوار عطائه الفني ووضعت محافظة الإسكندرية اسم الفنان محمود عبدالعزيز على ميدان الصينية الورديان التابع لحي غرب العام 2017 أي بعد مرور عام على وفاته كان قد وافق المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة برئاسة اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة على اطلاق أسماء عدد من شهداء الوطن ورموزه على بعض مدارس العاصمة والمشروعات التي تنفذها الدولة وهي اسم العميد إبراهيم الرفيع علي كوبري العاشر سابقا بحي ألم عادي واسم الفريق محمد سعيد الماحي على الكوبري الواقع بطريق صلاح سالم أعلى طريق الفستات جنوب نادي الأبطال بمصر القديمة وإطلاق اسم المستشار عبد لمجيد محمود على محور الشمال الشارع تسع بلمقطم وإطلاق اسم الفنان عادل إمام على الكوبري الواقع بتقاطع صلاح سالم معه طريق السكة البيضاء جنوب دار المركبات